السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم الى فيديو جديد كنت دائما صراحة متعود في المواقع الالكترونية اني ادفع عن طريق حساب البيبال وبعدين بعد ما البيبال طلعنا هاي البطاقة صرت دائما ادفع فيها يعني حتى في المواقع العادية او المواقع الفيزيائية خيرا نقول لانه صراحة يعني كنت طمعا بالكاشباك اللي برجعنا اياه وليها هون عبارة عن صفر فاصل خمسة يعني نصب المية يعني اذا اشتريت بمئة يورو فهم راح يرجعو لك اه خمسة سنت على مئة يورو طيب طبعا صراحة ما كنتش ادفع نهائيا عن طريق بتال شبار كاسا لانه كنت خايف ادفع عمولة او ادفع اي شغلات اضافية طيب بعدين حساب شبار كاسا او بنك شبار كاسا عمل خدمة جديدة فيها كاشباك فاقلت اني خلينا اجربها تاشوف شو وضعها مشان اقول لكم عنها طيب الخدمة هي بمعنى اذا رحت انت دورت على حساب شبار كاسا ايا كان اسمه طبعا حساب شبار كاسا الخاص فيك يعني مثلا عن شبار كاسا كولن في ناس عندها شبار كاسا بون في ناس عندها شبار كاسا يكون فرانك فورت مابرش اذا في هيك او لا بس القصد انه شبار كاسا فيه له عدة فروع احنا الفرع اللي قاعدين بنحكي عنه حاليا الان هو كولن بس هاي الخدمة اكيد متوفرة لكل الفروع يعني ما انها اونلاين طيب القصد حاليا ماذا نروح على اس ايرليبن يعني تكتب اس داش ايرليبن بعدين اسم البنك تبعك يعني كي اس كي بعدين كولن بون كولن او غير ذلك مثلا عن الحساب تبعي او يعني البنك تبعي اسمه كولن فهذا روح ليه طيب بعدين بس هي عملية تسجيل بسيطة يعني بس بتعمل تسجيل بالبورتال يعني بسجل الايميل وكلمة تسجر وبرسولك تأكيد على الايميل تبعك وتعطيهم انت عاد فراي شالتن او بمعنى تأكيد طبعا الخدمة المجانية ما عليها اي رسوم نهائية طيب بعد ما اسجل عاد فيك تروح على اه دحظة شوية المشكلة انه مش باركاسا كل شوية بدي طلعنا من اله بدي عملنا تسجيل الخروج من الحساب طيب هذ الحساب بس تفوت عليه اول شو انا عندي 540 سنت هاي 540 سنت صراحة اشتريت من احد المحلات العربية والمحل برجع 2% على قيمة شراء اكثر من 20 يورو يعني بكون في حد ادنى للشراء لهو 20 يورو وبعد هذا الحد بكون منحطي لك انه مثلا برجع 2% او 3% او اقل او اكثر طيب هذ المحل مثلا قلت لكم برجع مثلا 2% انت بدك تعرف المحل برجع ولا لا فيك تروح هون هون ماي فورتايلب بمعنى انه الميزات او الخدمات الاضافية او الايجابيات يعني اللي بقدمها للحساب اصحاب ناشي اياها معنى نحجعنها. خرع الفورتايلب هون. هون اينكاف انشبارن. اول شي في عندك اه شغلتين. في عندك الريجونال بمعنى المناطق اللي انت عايش فيها او المناطق المحيطة فيك. بعدين عندك الالاين. خلينا السعر الريجونال. الريجونال مثل ما قلناه المناطق يعني الفيزيائية او المحلات يعني الموجودة اللي بتروح عليها بتشتري منها بشكل مباشر. مش عنات. اذا رحت الريجونال هون. هسا عم تقول لك انه. اول شي هون. كاشباك ريجونال. فيك انت تبحث عن المحل. او فيك تبحث عن المنطقة اللي انت فيها مثلا. خلنا نقول مثلا. او فيك تعطي هون. وتبحث عن الموقع تبعك. وبعدين بتحدد مثلا البعد. هون مثلا الحدد البعد مية كيلو متر. مية كيلو متر مثلا مسافة بعيدة كثيرة. رح تطلع محلات كثيرة. رح حدد له عشرة كيلو متر. طبعا فيك تحدث حسب التصنيف حسب الارت حسب اله. حسب اله. حسب البرتن ارتبعهم وما الى ذلك. طيب القصد. بعد ما تحدد البحث. بطلع لك النتائج. مثلا بقول لك انه هذا المحل. هذا حلا كأنه بقول لك انه برجع لك واحد بالمية على قيمة شراء اكثر من خمسين يورو. هذا مثلا المحل برجع لك مثلا قيمة اثنين بالمية كاشباك على اكثر من عشرين يورو. انا صرحت لك هذا المحل اللي اشتريت منه المرة الماضية. اه ورجع لي تقريبا خمسة واربين سنت على قيمة شراء تقريبا اثنين عشرين يورو اه. طيب بعد ما حط لك هو كل التفاصيل او كل المحلات. وحط لك قديش البعد عنك. مثلا بقول لك انه هذا المحل بعيد عنك ارمائية متر. وبرجع لك مثلا اه 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 افضل. برجع لك اثنين من طيب هاي اول شغلة. طبعا محلات كثيرة هون. اذا بدك تنزل بدك تنزل كثير كثير. هاي ارجينار. فيك تروح كمان عن شو. اذا بدك يعني انت من جماعة الاونلاين اللي بتشتري دايما اونلاين. كمان في عنده ميزة حلوة انه في اونلاين. اذا رحتون على اونلاين بقول لك انه هاي المحلات الموجودة اللي برجعوا فيها كاشباك. مثلا اللي اذا اشتريت منه اونلاين فاحسن لك انه تدفع. عن طريق البطاقة. لانه برجع لك اثنين فاصل عشرة. اما انه الباي بال بترجع لك صفر فاصل خمسة. هذا مثلا بقول لك الاوتو. خمسة عشر يورو كاشباك. بس طبعا احيان بكون في بعض التفاصيل. يعني عسب المثال هاي بقول لك انه خمسة عشر يورو كاشباك. بس فوتعية بقول لك انه هاي عند اول عملية شراء. يعني بس كون عميل جديد. انه لا تنغرج فيه. لازم تفوت يقرة تفاصيل. طيب اه طبعا هاي المحلات كثيرة. كل المحلات هو موجودة. او اغلب المحلات. المشكلة لانه المحلات الكبيرة مثل مثلا ليدل والالدري والمحلات يعني السوبر ماركتات. يعني اذا رحت عليها الرجونال. مابتلاقيش فيها كاشباك. وانا ما تلاقي الكاشباك بس هنا يعني. طيب هاي شغلة الثانية. اه الشغلة ثانية. اه مثلا انا اشتريت من محل او موقع مثلا ا اشتريت من summarize على هذا. او قبل هيش استرنا لحظة شوية. اولا يكون كاشباك اولاين هذا شو مشتغل. او بقولي فيه كاشباك رادار. اذا رحنا عنده هون. هون. هاي كاشباك رادار. رحنا عليه. هون بقولك انه في عندك اضافة للكروم واضافة للفوكس. بمعنى الفيرفوكس. يعني المتصفح اللي انت فاتح عليه. هسا علينا سبيل المثال فاتح على متصفح جوجل كروم. اذا رحت عليه بوديني على الاضافة تبعه بحيث اضيفه. طبعا اني نزلت حاليا شغالة. هسا علينا رحت على موقع احد المواقع اللي فيها كاشباك مثل يوديمي. استعدو غري بنوطة هذي شبار كاسة. اقولي ها. اول شي هذا هوني. ما بناشية. بس هذا كاشباك. هون بقولي. انه برجع لك لحد عشرة. عشرة فاصلة صفر ثمانية. بس سوء عشرة فاصلة صفر ثمانية كاشباك. يعني مبلغ كبير جدا يعني. يعني هو مقارنة بالبايبال يعني تقريبا عشرين ضعف للبايبال. طيب موقع ثاني كمان مثلا جربت عني صراحة. هذا فوسل دوت كوم. هذا اشتريت منه ساعة مثلا. هاي بقول لي هالساعة. هون بقول لي خمسة فاصلة ثمانة وثلاثين بالمية كاشباك اذا اشتريت من هذا الموقع عن طريق البطاقة. طبعا هم بقولون عن طريق البطاقة الاعتمانية. او كريزة كارت. بس حتنا البطاقة للشبار كاسة العادية بيمشي عالة. لاني شريف في عن طريقة يعني ورجعوني كاشباك. اونا رحت على الشبار كاسة تبعهم. بس او رجيكم الحساب تبعي انصار. والمشكلة كل شوي بدي يخلص على الحساب. لش اسمه. تسجيل الدخول. طيب. مايني كوتهابا. هاي اربعة فاصلة اربعة عطاعش فورجي ميرت. اربعة فاصلة اربعة عطاعش فورجي ميرت. بمعنى انه عندي اربعة فاصلة اربعة عطاعش قوتهابا. انه رح يجيني. بس هناك مشكلة انه بعض المحلات انه شو بخليلوك انه اربعة عطاعش يوم حتى ترجع المنتج. فهو بيقول لك لشبار كاسة انه حتى تتأكد عملية الشراء. فما رح يرجع يعطيك الكاشباك خلال عملية خلال الاربعة عطاعش يوم هاي. يعني انت يوم تشتري شغلة. بكون معك مثلا اسبوعين او ثلاث او اربعة حتى ترجع هاي الشغلة. فاشبار كاسة حتى يخصم السلافة. ويعرف اين ترجع لك الكاشباك. ما برج عنكيش الكاشباك. الا بعد ما تتأكد عملية الشراء نهائيا. يعني معاش فيك ترجع المنتج بشكل نهائي. فعشان هي كان حاليا اربعة فاصلة اربعة عطاعش موجودة عندي. بس حتى تتأكد عملية شراء. يعني حتى يمضي فترة طويلة على عملية الشراء. طيب هاي الشغلة ثانية. الشغلة الثالثة كمان في ايضا اه في تطبيق لشبار كاسة نفسه هون. هون ما يفهم تالي. هون. في عندك اب. في عندك للاندرويد. في عندك للشو اسمه? للاي او اس. اذا اخدت صورة الساعة هون. او عملت يعني على الكاميرا. عملت زوم او يعني فتحت الكاميرا. بواخذك على الموقع اللي فيك تنزل فيه كاشباك. طرحنا يعني ما فيش فرق كبير بينه وبين الريجيونات. بس يعني احسن ما تبارك تفوت على المتصفح وتدور عن المكان. فيك تفوت عن طريق التطبيق هذا. وبمشي الحال. هاي بس ارجيكم التأكيد للشراء هون. مثلا يقول لي ان هاي انفصل. ان مشتريتها ب 12.6. في عندك 4.14. بس قلت لكم حتى تتأكد عملية الشراء. وهذا مثلا هاي مشي حالة يتأكد عملية الشراء. فاعطوني 540 سنت. يعني حاليا ايجاني 4.14 زائد 4540 سنت. يعني المقرأة تقريبا قد كل اللي دفعوا لي البيبال من تقريبا تث شهور يمكن. يعني البيبال كل يعني كل شهر حتى يجيك واحد يورو او اثنين يورو. طبعا حسب ما تدفع ببطاقة البيبال كمان اخر شيء. طيب هاي تقريبا كل الميزات المتوفرة. بس اذا بتحبوا بنقرأ هون مثلا افراغ انو ادفورتن بمعنى الاجابات والاسيلة والاجابات. يعني هون مثلا اول سؤال بيقول لك انه هل التكلفة او يعني هل عليك تكلفة اذا اشتركت في هذا البرامج بيقول لك. شغلة ثانية مثلا اذا بدك تعمل كونجون ومش عجبيتك السلافة. بيقول لهم انو ما في جدع تعمل كونجون. اصلا فيك تعمل تفوت على الحساب تبعاك وتعمل اب ملدان وبس. شغلة الثالثة بيقول لك انو هل ممكن لزوجتي او زوجي يعني انو يكون شريك في هذا الحساب. فبقول اذا كان عندك سوفين ارا ايه بارتنر انهابر اينس بريفات جيرو كونتو. بمعنى اذا كان زوجك او زوجتك عنده احساب هذا بريفات جيرو كونتو. فبقول انو بقدر يعمل او يشارك في هذه الميزة. طيب هون اسئلة كثيرة جدا. صراحة ما في جدع الدواب عليها كلها. طيب صراحة الفيديو طال كثير. اه يعني بلنقرر الاسئلة السعب نطول من نظرنا ساعتين اثلاثة. فالقصد حبيت اورجيكم السلافة هاي. انو شبار كاسة برجع لكم كاشباك. بس كل السلافة اللي بصير ورجع لكم كاشباك. طبعا حسب المكان اللي بيدل. رجع كاشباك. يعني مش كل المكان انت رجع الكاشباك. وانما ممكانات محددة. طيب خلاني نوقف وان وسألقاكم في الاخر. السلام عليكم. طب وقت.